بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ابناء طلاب الصف السادس بمدارس العبير الاهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله تعالى بناخد درس جمع القصور العشرية وطرحها. فكرة الدرس ان انا اجمع القصور العشرية واطرح. ازاي اجمع واطرح? عليك لجمع او طرح كسرين عشريين. ضع الفصلتين العشريتين بعضهما فوق بعض ثم اجمع او اطرح الارقام في المنازل نفسها. يعني تضع الفصلتين تحت بعض وبعدها تجمع وتطرح زي ما كنت بتجمع وتطرح في الاعداد الكلية اللي انت خدتها ولا ابتدائي. يلا نبدأ مع بعض كده. يلا اول شي قبل ما تبدأ بالجامع او الطرح لابد تزبط الفصل. تجعل عادل المنازل على يمين زي اليمين. واليسار زي اليسار. اول خطوة تسويه. عشان ما تخطأ بعد جدا. هنا منزلتين وهنا اتنين تماما. وهنا واحدة واحدة. خلاص نبدأ نحط المنازل تحت بعضها هو شرط الكاس وحق اضع الايه الفصلة في الناتقى بل انتهيت الآن من موضوع الفصلة. هنبدأ ان ايه نضع الاعداد. كيف اضع الاعداد وده مهم جدا الخطوة دي. لازم اكتب من ايه من عند الفصلة يمين ويسار كده. اكتب الاول وبعدين السبع. وبعدين الاربعة. نفس الكلام هنا ننطلق يمين ويسار. نعند الفصل اتنين الاول والخمسة ثم الايه? تلاتة. وضع علامة الجامعة وابدأ ايه اجمع جامعة دي زي يقول ابتدائي. بس اهم حاجة تنظم للسؤال يطلق معك صح ان شاء الله تعالى. سبعة زيت خمسة كام اتناشر اتنين ومعي الواحد فوق. بقت ستة سبعة سبعة واتنين تسعة واربعة وتلاتة كام سبعة واكتب الناتج بيساوي سبعة واتنين وتسعمين بس. سهلا ايه. تزبط فصلتك اضع الارقام صح ويبدأ اجمع واطرح عائلة خمسة. الرقمين رقمين رقمين جامع جاهزة دي الحمد لله. هضع الفصلتين تحت بعض شرطة الكاس والفصلة بتاعي الناتج. يلا اربعة ثم خمسة. وبعدين ستة سبعة وبعدين ستة سبعة وبعدين ستة ثم تلاتة وبعدين خمسة ثم ايه اتنين واضع علامة ايه? الطرح وابدأ الطرح. خمسة نقص ثلاثة بقى ايه? اتنين تمام? اربعة نقص ستة من فعش يبقى نستلف واحد دي يصير خمسة ودي يصير كام? اربعة تاشر خدنا منهم ستة ايوة تمانين. وخمسة نقص خمسة صفر وسبعة نقص اتنين كام? خمسة وقت بالنتج خمسين واتنين وتمانين من مية. في صعوبة يا شباب? طيب نقص سؤال تاني. نزبط الفصلة. رقمين رقم. اه هنا رقم وهنا رقمين. يبقى نزودين صفر برا. هنا رقم وهنا رقمين. يبقى نزودين صفر ايه? خارجين. يلا نضع الفصلين تحت بعد وشهد تكسر والفصلة بتاعنا. على طول اول حاكم. نبدأ نكتب منين من تلاتة ثم تسعة. تلاتة ثم تسعة ثم ستة صفر. ايوة اتنين صفر وبعدين خمسة ايه واحد. وابدأ ايه? اجمع. تسعة الصفر كام تسعة. تلاتة واتنين كام خمسة. ستة وخمسة كام حضو عشر واحد ومعايا الواحد فوق. بقت هنا كام اتنين واكتب الناتج. واحد وعشرين وتسعة وخمسين من نحن. في صعوبة يا شباب سهلها. اه تزبط الفصلة بتاعتنا. اه لازم هنا في فصلة. هو فيش. يعني بنضع صف فصلة وصفريين عشان هنا رقمين. وينها تسعة واربعة. يعني رقم مراقم جاهزة لها. هنضع فصلاتنا تحت بعضها زي ما تعودنا. واضع صفر وصفر وبعدين تسعة في الجهة التانية. وهنا ستة وبعدين سبعة وبعدين هنا اربعة. وابدأ عملية الايه? الطرح. صفر نقص سبعة ما يصلحش. طلق دايما اللي فوق صغير استلف. طب جره مفلس. يبقى ناخد من الايه? من تسعة واحد ستر تمانية. ودي ستر عشرة. هناخد بنا هنا واحد الان ستر تسعة ودي ستر كام عشر. عشرة اخدنا منهم سبعة بقى تلاتة. وتسعة اخدنا من ستة بقى تلاتة. وتمانية اخدنا من اربعة بقى ايه? اربعة. واكتب الناتج. تلاتة اربعة وتلاتة وتأتيب من ايه? من ما? نشفت حكم نفهمك. الفصلة جاهزة ايه? متزبطة الحمد الله نضع فصلتنا. هنا سبعة وهنا اربعة وخمسة وبعدين هنا اربعة وهنا واحد اثنين وابدأي الجامعة. اربعة سبعة كام حداشر واحد ومعايا الواحد فوق. ايه بقيت خمسة واحد كام ستة وهنا كام سبعة واكتب الناتج ستة وسبعين واحد من عشر. هنا ممكن بقى ما اضعش فصل. ليه? لان دي جامعة. لما كن في جامعة وفي عدد كلي وكسر عشري تعمل ايه? تضع الاجزاء العشرين الاول هي خمسة من عشرة كده. وعن ان تجمع الاربعة عشر على التلاتة وعشرين. اربعة وتلاتة سبعة واتنين وواحد كام ثلاثة. بس. ده في حالة الايه? الجامعة بس. شو السؤال التاني. زبط فصلتك يلا تات ارقام هنا رقمين هو نضع هنا صفر. رقم ورقم. يلا نضع الفصلتان تحت بعضهم. اكتباء ازاي? خمسة اربعة تلاتة. خمسة اربعة ايه? تلاتة. وبعدين كام تسعة. وهنا ستة سبعة سفر. وبعدين هنا كام تلاتة وابدأ الطرح. ثلاثة اخدنا منهم سفر كانت تلاتة. اربعة اخدنا من سبعة ما ينفعش. يبقى استفديد اصير واربعة ودي واحدة اربعة واشر. اخدنا منهم سبعة غالي اربع اشعق سبعة سبعة واربعة نخص ستة ما يصلع شهين استلف واحد من التسعة وابدأ الطرح. اربعة نقص تسعة ما يصلحش استلف واحد صر دي سبعة ودي سر اربعة عشر. خادنا منهم تسعة دباعي كام خمسة وسبعة نقص اتنين خمسة واح نقص واحد كام سفر. يبقى النادي خمسة وخمسة من ايه? من عشر. خلاص شباب? نشوف سؤال هنا بتحكم نفهمك. اه هنا في طرح لازم اضع فصل. هنا رقمين يبقى اضع فصلة قدامها ايه صفرين. مجهزة الان اضع الفصلات تحت بعضها وصفر صفر اتنين وبعدين سبعة تمانية ايه واحد وبعد الطرح. صفر نقص ثمانية السلف. ده ما معهوش يبقى ناخد هنا وصير واحد وصير ده عشرة. هناخد منها واحد صير تسعة وهنا بقت ايه عشر. خادنا منهم تمانية اتنين وتسعة نقص سبعة اتنين وهنا ايه صفر يبقى الناتج اتنين وعشرين من اتنين. نضع فصل الاول ده رقمين نضع صفرين وده رقمين ده رقم نضع هنا صفر واضع الفصلات تحت بعضها بهذا الشكل. يلا صفر صفر وبعدين اربعة واحد. صفر تسعة وبعدين تسعة صفر. وابدأ للطرح. صفر نقص تسعة ما يصلحش استلف. يبقى ده تلاتة. ودي ده عشرة اخد منها واحد صير تسعة والواحدة اطاعه هنا بكام بعشر. عشرة اخدنا منهم تسعة واحد. تسعة نقص صفر طبعا تسعة. تلاتة نقص تسعة استلف. تبقى دي ده صفر ودي تلتاشر. خدنا منهم تسعة بقى كام اربعة ودي ده صفر. يبقى الناتج كام اربعة واحد تسعين من مهن. تعال شوف التحكم في مجديد. بقول لك ما الفرق بين زمنين مصابقين الاول والثالث. ادى الاول والثالث. يعني الفرق يعني طرح. اطرح دي نقص دي. لان دي كبير. فصلة طبعا الفصلة جاهزة ايه. اهيت اضع تسعة تسعة هنا وبعدين سبعة خمسة. وهنا سبعة اتنين وبعدين سبعة خمسة. وابدأ الطرح. سبعة وهنا اتنين صفر ايه صفر. يبقى الفرق بيسوي ايه? سبعة وعشرين من المئة ايه? ثانية. طيب. نشوف هنا. مثال ده. ايجادة قيمة عبارة. ازا كده استلمون الصاد فابقى السن زي الصاد. هدى السن زي الصاد. اكتب قيمة الصناعية اتنين وخمسة وتمانين من المئة. زي السبعتاشة تسعمية خمسة وسبعين من الف. زبط فصلتي الاول. رقتات ارقام من رقمين. رقم رقمين. يبقى هنا اضع صفر. جاهزة الان. فصلات تحت بعضها. واكتب تمانية خمسة صفر. او اعتنسى. واعتنين اتنين صفر. تسعة سبعة خمسة. كل رقم تحت الثاني. سبعة واحد. وابدأ الطرح. والجام الجامل. لان ديت ايه الجامل. صفر ونقص خمسة. اه بكاء. دي جامل. صفر زائد خمسة كام? خمسة. خمسة زائد سبعة اتناشر. اتنين وماعي الايه? الواحد. بيت تسعة تسعة تمانتاشر. تمانية وماعي الواحد. بيت كام دولة عشرة. صفر وماعي الواحد. بيت كام اتنين. يابه يساوي كام عشرين وتنمية خمسة وعشرين من ايه? من الف. نشوف كده الله. ازا كان الف وبقى فوقت قيمة العبارة دي. طبعا يساوي اضع عديد زمهية تلاتة وتلاتة وعشرين من مائة. زايد الالف اتنين وستة وخمسة من مائة. الفصلة جاهزة تمام? ممكن بقى في الحالة ديت ايه? الجامع السائل ممكن نجربها مباشرة. بدون ما نضعها تحت بعضها. ازاي? نجمع تلاتة زايد ستة كام? ازاي الساوي هي? تسعة. واتنين زياد خمسة كام? سبعة. قبل اتنين فصلة نزلها الاول. وسلاسة واتنين كام خمسة. بس خلص من السائل. صعبه يا شباب? لما كن الجامع السائل او الطرح ممكن نجيبها الى اخر سؤال. بقى نقص الف. الباب كام? تمانية وعشرين من ستة وتسعين من مئة ناقص ارف اهي. طب الطرح ساهل ولا فيه استلاف ساهل? خلاص نجيبها مرة واحد. يلا. طبعا زبطنا الفصلة هنا ايه. طبعا? نبدأ ايه? يساوي. ستة ناقص ستة كام? سفر. تسعة ناقص خمسة. اربعة. قبل اتنين الفصلة. تمانية ناقص اتنين كام? ستة. واتنين ناقص سفر قام اتنين بس. كده كل ما صننا ناقص الدرس. نلتقي في درس القدم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.